هو أول إنسان خلقه الله وأول نبي أرسل في الأرض وردت قصته في سبع سور قرآنية وحكى الرسول الكريم لأصحابه عن أخباره حتى وصلت لنا في بداية هذا الكون كان الله سبحانه وتعالى وحده ولا شيء معه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره ثم شاء سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الكون العظيم فخلق الملائكة من النور وحين أراد الله أن يخلق آدم وذرياته ليسكنوا الأرض ويعمروها أخبر الملائكة أنه سيخلق خلقا آخر فخافوا أن يكون ذلك بسبب تقصير وقع منهم وورد ذلك في سورة البقرة حيث قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وهنا ذكر المفسرون أوجها مختلفة في بيان هذه الآية فالوجه الأول هو أن الملائكة قالت ذلك بعد إعلام الله تعالى لهم بطبيعة ذرية آدم عليه السلام وأنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء والوجه الثاني هو أنهم عندما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد أما الوجه الثالث فهو ما نقله القرطبي رحمه الله وغيره أن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء عندما أسكنهم الله الأرض وخلق الله آدم من تراب ثم صيره طينا ثم صوره بيده سبحانه في أحسن تقويم وذكر بالأحاديث أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وذكر أيضا أنه خلق وطوله ستون ذراعا وبعد أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الجسد بهذه الصورة وسواه نفخ فيه الروح فعطس وتحرك جسده وما إن فتح عينيه وجد الملائكة ساجدين له إلا إبليس الذي رأى أنه أفضل وأعلم من آدم لأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين فكانت تلك هي ذرة الكبر في نفس إبليس التي تسببت في عصيانه لأمر ربه ومن ثم لعنه الله وطرده من رحمته فقام إبليس وأعلن عداءه لبني آدم وأقسم بأنه سيترصد لهم حتى يغويهم ويقعهم في المعاصي وأسكر الله سبحانه وتعالى آدم الجنة وعاش فيها وحيدا حتى أكرمه الله بأن خلق له زوجه حواء من إحدى أضلاعه لتؤنس وحدته وتصبح جزءا مهما لا يستطيع الاستغناء عنه وأباح الله لهم الاستمتاع بكل ما في الجنة إلا شجرة واحدة منعهما من الأكل منها ولكن ظل إبليس يوسوس لهما وأقسم لهما بالله أنه يريد لهم الخير حتى أكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهم وأمرهم أن لا يقتربا منها وعوتب آدم على نسيانه لأمر الله قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وتضرع آدم وحواء إلى الله وتابا إليه واستغفراه فقبل الله سبحانه وتعالى توبتهما وهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض ليصارع بعضهم بعضا وجاء نسل سيدنا آدم الذي أمر بالبعد عن طريق الشيطان فمن آمن واتبع هدى الله فاز بالجنة وخلد فيها ومن هزمته نفسه ورضخ للشيطان عذبه الله عما صدر منه من مخالفة لأوامره عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر